اشتركوا في القناة تقس كان مغيم جزئيا في اغلب مناطق البلاد سحب كانت كثيفة ومحليا بالوسط مرفوقة ببعض الامتار المتفرقة الليلة تقس بش يكون مغيم جزئيا في اغلب مناطق البلاد ونتوقع نزول بعض الامتار المتفرقة بالشمال ودرجات الحرارة باش تتراوح مابين الـ 24 و 29 بالشمال والوسط وقرب السواحل بالجنوب باش تتراوح مابين 34 و 37 درجة غدوة زادة الاجواء باش تتواصل مغيمة جزئيا في اغلب مناطق البلاد ونتتوقع نزول بعض الأمتار المتفرقة مرفوقة بخلايا رعدية بالشمال والمرتفعات ودرجات الحرارة في ارتفاع نشوفوا مبعضنا قراءتنا التفصيلية بتونس الكوبرى 32 33 بينابل 32 بقليبيا 38 بزغوان 30 ببنزارة تبرقى 24 40 بجندوبة وباجة 41 بسيليانا والكيف بتيلة زيدة 41 بالقيروين تكون في حدود الاربعين بجهة الساحل بسوسة والمناستير والمهدية تكون في حدود 30 درجة بسفاقس وقرقنا 38 بسيدي بوزيد 45 بالقصرين 42 بقفصة زيدة مرتفعة 45 درجة وبتوزر وكبلي درجات الحرارة التواصل أيضا مرتفعة في حدود 48 درجة بجهة الجنوب الشرقي بيجيب 36 39 بجربة 47 بمدنين و45 درجة في كل منتطاوين ورمادة فيما يخص الملاحة والصيد البحري بخليج تونس ومنطقة سيرات الريحة تكون شمالية غربية سرعة تكون بين 10 و20 عقدة وتصل محليا بين 15 و25 عقدة والبحار يكون قليل الاتصيراب إلى مضطرب بخليج الحمامات ومنطقة الشابة وجربة الريحة تكون شمالية وسرعتها تكون بين 15 و25 عقدة وتوصل 35 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحار يكون مضطرب بخليج جابس الريحة تكون جنوبية شرقية وسرعتها زادة تكون بين 15 و25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 35 عقدة والبحار يتواصل مضطرب درجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية بنواق شطق السافي 31 24 بالدار البيضاء 28 بالجزائر مع بعض سحب ترابلس 38 درجات مرتفعة بالخرطوم 43 مع بعض السحب 41 بالقاهرة بالمدينة المنورة 47 43 بمكة المكرمة 41 بالدوحة 39 في أبوظبي 37 بمسقة 42 بالكويت درجات مرتفعة ببغداد 48 بالقدس الشاريف 33 بيروت 30 و39 بدمشق تقصافي في اسطنبول ودرجات الحرارة تكون في حدود 29 درجة أجواء بصفة عامة في أوروبا ممترة برومة 36 مرسيلة 28 22 في باريس 24 ببركسيل جناب 28 وفيانا زادة 28 بمدريد 29 مع بعض السحب ولا شبونة تقصافي ودرجات الحرارة تكون في حدود 24 درجة توقعتنا الجوية إن شاء الله للأهمات القليلة القادمة درجات الحرارة باشتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي تكون في حدود 49 نتوقع نزول بعض الأمتار المتفرقة والمؤقتة العدية بالشمال والمناطق الغربية للبلاد تقصيكون صافي بالجنوب مع بعض السحب بالشمال الريح تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون قليل الاتراب بالشمال وقليل الاتراب إلى مفترب ببقية السواحل نهى لربع درجات الحرارة أيضا تتواصل مرتفعة بعض السحب تكون حاضرة في الشمال والوسط والتفسيكون صافي بالجنوب الريح أيضا تتواصل من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحر يتواصل مضطرف في أغلب السواحل مواعيد الشروق والغروب الشروق حول الله غدا يكون على الساعة الخامسة ودقيقتين والغروب على الساعة السابعة و43 دقيقة الأكثر تفاصيل ومعلومات زوروا موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرهد الجوي الموازع الصوتي ولا تنجموا تتفعلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد مواعيد صليت بمدينة تونس اليوم غد سليت الصبح على ساعة الثالثة وعشر دقائق الظهر منتصف النهار وثلاثين دقيقة العصر على الساعة الرابعة واربع تاشن دقيقة المغرب على ساعة سابعة وخمسة واربعين دقيقة والعيشاء على ساعة تاسعة وخمسة وثلاثين دقيقة نشكروكم على حص المتابعة والاهتمام وللتكم زيناء اشتركوا في القناة